اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اداء مهام تدريبية مع القوات المسلحة الاماراتية في جمهورية الصومال حظر الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وقدم صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين احر التعازي الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع وإلى معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء الإماراتي في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار وأن يلهم دويهم الصبر والسلوان وأن يمنى الله تعالى بشفاء العاجل للجرحى والمصابين من الأخوة الأشقة بالقوات المسلحة الإماراتية أشهد صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بمتالة العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية والتي رسخ دعائمها قائد البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيضه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعا